برج الحمل اليوم 11 سبتمبر 2023 برج الحمل انت تعبته وطقطت بقت مستنزفة والكل طفح من شيء معين في حياتك اتهدت من شيء للمسئولية ومعالجة اشخاص ما بتتغيرش وبالفعل انت عندك انهاء شيء كان متعب بالنسبة لك انت عندك ضغوط قسرية وعملية فقررت ان انت تاخد تعتزل حاجة منهم ولذلك انت عايش مع ناس او وسط منافقين وعلى طول مستغلينك برج الحمل انت مرت بظروف متعبة جدا ومجهدة بخلاف عملك كمان فيه اشخاص بيدبرولك في مكائب ومش عايزينك تبقى متواجد في العمل وبالرغم من التعب اللي انت بتمر به الا اذا انت واعي اللي انت بتعمله وبتفكر بعقلانية وحتى لو جي عليك اليوم اللي يخليك تسيد مكانك هتسيبه وتروح لمكان افضل منه عندك مواجهة قوية بينك وبالناس ازيتك لانك انت كنت مسالم معاهم مساكت ولكن طفح الكيل وعتطلع عن صمتك يا برج الحمل طول عمرك حمل للأسية وفي النهاية واخرة المعروف ما فيش تقدير ولكن برج الحمل ابتدى ما يسكتش لحد ومش هيسمح لحد انه يجي عليه انت برج مميز ربنا سبحانه وتعالى ميزك عن غيرك ولذلك الحاقدين واللي بيغيره منك كتير انت كمان عندك طاقة الجذب يعني لما بتتواجد في اي مكان بتلاحظ ان انت الشيء المضيء اللي الناس كلها بتبص عليه انت طيب جدا وما بتعرفش تغير من حد حقاني ومش منافق يمكن كلمة الحق اللي بتقولها هي اللي بتزعل منك ناس كتير ولكن انت عندك محبة الناس كنز لا يفنى برج الحمل انت فيه شيء ربطك ومعطلك ولكن انت عندك قوة وارادة وكل موقف عد عليك اتعلمت منه ومش هتنساه وانت سبرت وانما للصبر حدود برج الحمل بيعرف يتعامل مع عضوه بنفس معاملته واسلوبه لان انت بتتعامل مع ناس انت كاشف لعبهم ولكن مشكلة الحمل الوحيدة هي انه هو كتوم وساعة لما بيجي عليه وقت خلاص بقى بيطلع عن كتمانه وبينفجر ولكن هو معدنك انت معدنك قصير وتربيت على الاصول حتى لو عدوك في شدة ما بتسبهوش يعني بركان طيبة وحنية في برج الحمل ولكن خلي بالك من الناس اللي مستقطرة نعم ربنا عليك مستقطرين عليك كل شيء في حياتك يا برج الحمل هم كرهينك لأسباب كتير كان نفسهم تكون عندهم أسباب كتير موجودة عندك هم كان نفسهم تكون عندهم برج الحمل عندك تغيير جزري وتيسير في جميع الأمور اللي قلقاك بإذن الله وانت صاحب حق والحق عمره ما بيضيع ولو بعد حين واللي ظلمك هيتزلم ولحتى هنا تكون انتهيت قراءة البرج الحمل اليوم ما تنسوا نش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد في القناة باي